ثمن الرئيس عبدالفتاح السيسي جهود مكتبة الإسكندرية في نشر العلم والمعرفة وتكاملها مع مساعي الدولة لبناء الجسور بين الأمم والحضرات وخلال لقائه أعضاء مجلس أمناي مكتبة الإسكندرية أكد الرئيس السيسي دعم الدولة الكامل للمكتبة ودورها المهم مشيرا إلى أهمية التجديد المستمر في أطر وأساليب عملها وقيامها بدعم البرامج البحثية الجديدة وأنماط التعليم المبتكرة وقد حرص الرئيس السيسي خلال اللقاء على الاستماع إلى رؤى وأفكار أعضاء مجلس الأمناع حيث أشاروا إلى أن المكتبة تمثل حالة فريدة على المستوى الحضاري إذ تعكس بدقة دور مصر كمركز تنوير تاريخي للالتقاء والتفاعل بين ثقافات الشرق والغرب والشمال والجنوب